هلو مصر محمد طلحة نحن نتكلم النهاردة عن زمن المضارع المستمر طبعا شكل ما قلنا ان انا عشان اقول ان انا هاضم اي زمن او ان انا عارف اي زمن لازم اكون عارف فيه خمس حاجات التكوين الاستخدام النافي السؤال وكمان المبني المجبول بس طبعا احنا خلينا المبني المجبول ليه شوية كمان لان هو مش علينا في الوقت الحالي تعال نشوف النهاردة ازاي بكون زمن المضارع المستمر وانقولت يا جماعة تكوين زمن يعني تكوين فعل لما قولك الزمن ده بيكون من ايه يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي طبعا مقدرش اقول على اي زمن انه مستمر من غير ما يكون فيه فيرب تو بي وفعل فيه ing يعني اي زمن مستمر حيقابلنا بعد كده لازم هلاقي فيه الحاجتين دول فيرب تو بي وكمان الفعل اللي فيه ing طيب المضارع المستمر حيكون من ايه اللي حيكون من am is or plus silver plus ing يبقى هل هي بيكون من am او is او r زائد الفعل زائد ing for example على سبيل المسال when i say he is eating لو انا قلت لك الجملة دي في زمن ايه هتقول ليه في زمن المضارع المستمر لما اجسألك ليه في زمن المضارع المستمر هتقول لي لأين في ing وقبله is طيب لو انا جبت لك جملة شكل دي وقلت لك he likes eating يعني هو بيحب الاكل قلت لك يا ترى الجملة دي في زمن المضارع المستمر اكيد الناس الشطرة هتقول لي لا طبعا لي يا مستر طبعا هنا الفعل فيه ing صحيح بس يا ترى هل قبله am او is or هتقول لي لا خلاص ما اقدرش اقول على الزمن ده انه مضارع مستمر ابدا او اقول على الزمن ده انه مستمر طالما ما توفرش فيه am is or plus verb plus ing او verb to be plus verb ing يبقى زمن المضارع المستمر بيكون من am is or plus verb plus ing عارفين ان am بتيجي مع i is بتيجي مع he she it او اي اس مفرد or بتيجي بتيجي مع we they you او اي اس جامع يبقى انا لما اديك في الاختيالات اقول لك they are play playing played football يبقى هنا لازم تقول لي playing لي يا مستر playing اقول لي عشان قبلها are or big وراها verb plus ing في المضارع المستمر طيب لما اقول لك he is eating ولا eat ولا eat sandwiches طبعا هنا لازم هتقول لي eating عشان is بيجي وراها verb plus ing مثال اخر لما يجي يقول لي he are writing ويجي يقول لي يا ترى الجملة دي صحة ولا غلط هنا لازم اقول له لا الجملة دي خطأ مية في المية لي من عندي are وفعل في انجي هقول لك بس are مفيش agreement بينها هنا وبين he لان he بتاخد is فلازم اقول he is writing he is writing يبقى ازا لازم اخلي بالي من am is r plus verb ing بس لازم am is r يكون فيه توافق ما بينها وبين الفاعل بتاعي المسال تاني لما يجي يقول لي they are play واللي هل الجملة دي صحة ولا غلط اكيد هقول له غلط لي يا مستر حاول له فيه are صحيح وار بيج وراء verb plus ing طب هنا جايب ل play حاول له لازم تكون playing يبقى لازم اخلي بالي من التركيب am is r plus verb plus ing طبعا في هنا حاجات لازم الاحظها لما يجي احط ال ing بتاعته وانا ازا انتهى الفعل بi لازم اشيل لل i وحط ing like write becomes writing write becomes writing يبقى هنا ازا انتهى الفعل بi فاشيل لل i وحط ing طبعا ازا انتهى الفعل ازا المقطع الواحد بحرف ساكن وقابل حرف متحرك ساكن لازم اضاعه في الحرف الساكن like swim swimming run running sit sitting sitting طيب وانا قلت هنا يا جماعة لازم اخلي بالي ان ال ing ما اسمهاش ing يعني ما اظهرش اجه sound لا انا بقول sitting writing and playing watching بالمنظر ده يبقى مفيش حاجة اسمها writing no it's writing شفت النقط اعمل ازاي ده طبعا بالنسبة للتكوين يبقى لازم اخلي بالي ان am is rb وراها ver plus ing بس لازم الاحظ هل am جاه صح ولا is جاه صح ولا r جاه صح طيب تعال نشوف how to use the present content وازاي استخدم المضارع المستمر قال لي بستخدم المضارع المستمر للتعبير عن شيء يحدث الان يعني حاجة بتحصل في الوقت الحالي او في الحاضر طيب يا مصر ايه اللي هيعرفني ان الحاجة دي بتحصل دلوقتي يقال لي حالي كلمات شكل now شكل look شكل listen شكل at the moment شكل at present لو شفت كلمات دي ودي بقول عليها كلمات دلة على طول بجيب am is r plus verb plus ing يعني لما يديني مثال ويقول لي he play plays is playing football now ويقول لي اختار هنا هبص في الاخر حلقة لكلمة ناوي طالما لقيت كلمة ناوي على طول دي بتعرفني ان الشيء بيحدث الان يعني الزمن ده مضارع المستمر فعلى طول هروح لي is playing is playing another example مثال اخر when he says they watch watches are watching tv at the moment ويقول لي اختار هنا على طول هقول له are watching ليه؟ هقول له في at the moment يعني دليل على ان الحاجة بتحصل دلوقتي فبالتالي لازم اختار am is r plus verb plus ing فهنا هختار are watching وهنا يبدأ يجيب لي اخطاء يعني يقول لي they play football now يعني هم بيلعبوا كرة قدم دلوقتي طبعا هنا يقول لي صح الاخطاء اول ما يقول لي صح الاخطاء على طول الناس بيجري على play لانها شفت نها ويقول لي playing ويطلع طبعا يقول انا خلاص شفتها وعملتها صح انا بريمو يا عم ازاي قال لي اول ما شفت نها وعلى طول جبت verb plus ing طب هل هو ده المضارع المستمر هقول لك لا طبعا لان عشان اقول ان المضارع المستمر لازم يكون الفعل في ing قبله am is r فبالتالي لازم اقول they are playing طب لو قلت they playing بس ولا لها اي معنى ولا ده زمن اصلا ولا صغة زمن فما تستعجلتش وتقول هحط ال verb plus ing فقط هقول لك لا لازم اخلي بالي ان لازم يكون قبله am is r يبقى present continuous زمن المضارع المستمر بيعبر لي عن شيء يحدث الان او يحدث في الوقت الحاضر وحعرفه ازاي لو شفنا الكلمات اللي قولنا عليها تعال نشوف how to change distance into negative ازاي يحول زمن المضارع المستمر للنفي شكل ما قولنا قبل كده ان انا لما اجي ام في اي جملة بحط نط وراء الفعل المساعد طب في هنا فعل المساعد حاول لك قال له am is and are فاذا لما اجي ام في زمن المضارع المستمر لكل اللي انا هعمله حطور am او is او are not وكده يبقى نفيت الجملة يعني لو قلت لك i'm reading يعني انا اقرأ وقلت لك ان فيل الجملة دي هتقول لي i'm not reading يبقى انا كده نفيت الجملة وخلص لما اقول he is washing the car يعني هو بيخسل السيارة وقول لك ان فيل الجملة دي كل اللي انت هتعمله هتحط not whereas فتبقى he isn't washing the car يعني هو ما بيخسلش السيارة لو انا قلت لك they are playing tennis يعني هما بيلعبوا تنس وقلت لك ان فيل الجملة دي اكيد هتقول لي they aren't playing tennis يعني هما ما بيلعبوش تنس يبقى اذا لما اجي i'm في اي جملة في زمن المضارع المستمر كل اللي انا بعمله بجيب am is or وحط وراهم نوت ويبقى كده انا نفيت الجملة تعالى بقى على الجزء الرابع بتاعنا وهو how to make a question ازاي اعمل سؤال في زمن المضارع المستمر قال لي انا عارف ان انا عندي نوعين اتنين من السؤال سؤال بيبدأ ب helping verb فعلي مساعد وسؤال بيبدأ ب question word يعني ادات استفهم طبعا اكيد في المضارع المستمر لو السؤال بدأ ب helping verb فعلي مساعد يبقى اكيد هيبدأ ب am or is or or وهنا هيكون معناه هل وهجاوب عليه ب yes or no طب تركيب السؤال هيكون ازاي am is or plus the subject plus the verb ing and the complement وبعد كده التكملة فور اكزامبل على سب المثال هل انت بتاكل؟ طبعا هلان انا باكل حول yes واطلع بدل بس انا واخد قبل كده انه are you بتتحول لا i am لان you بتتحول لا i واي ما بتاخدش or i بتاخد am فعشان كده هقول yes i am طب اقدر انا ما باكل شيء هقول no i am not no i am not يبقى ازا هنا لو جاوبت ب no يبقى انا عندي مع الفعل المساعد دايما not مثال تاني when it says لما يقول لي is she riding a bike هل هي بتركب دراجة وانا عايز اجاوب على السؤال ده والله لو هي ركبة دراجة حقول yes she is yes she is طب لو هي مش ركبة دراجة حقول no she isn't no she isn't another example مثال تاني لو قلت are they eating هل هما بيأكلوا لهم بيأكلوا حقول yes واطلع بدل yes they are طب لهم ما بيأكلوش حقول no they aren't no they aren't يبقى ازا لو بدأنا ب am و is و are هيكون السؤال معناه هل وهجاوب عليه ب yes or no كذلك لو لقيت الاجابة ب yes or no ب yes or no وانا عايز اعمل سؤال والسؤال ده مدرع مستمر يبقى ازا حبدأ على طول ب am or is or are for example على سبيل المسال when he says yes he is watching tv نعم هو بيشاهد التلفزيون طبعا الاجابة هنا بيأكل السؤال بتاع عبادي بفعل مساعد هروح علي is bravo عليكو فحاطلا بي واجب الفاعل مكانو فاويزا هقول is he watching tv is he watching tv another example مثال تاني لما يجي قول لي no they aren't playing tennis no they aren't playing tennis طبعا الاجابة ابنه يعني حبدأ بالفعل المساعدة هو or واجب they يبقى are they playing tennis are they playing tennis ويبقى كده انا كونت السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد another example مثال تاني ولازم اخلي بالي هنا من المسال ده when he says no i am watching tv no i am watching tv هنا المسال ده مهم جدا لان في حاجتين مهمين لازم اخلي بالي منهم اول حاجة ان الاجابة ابنه يعني السؤال حيدي بفعل مساعد وهنا i am او هتطلحها am i اما اللي هتطلحها ايه هتطلحها are you يبقى اذا اول حاجة لازم i am في الاجابة تطلع are you في السؤال ثاني حاجة لازم الاحظها ان هو ما جابش معناه not يعني ما جابش معناه جملة منفية اذا لازم اغير في الجملة عشان تدينا المعنى الصحيح للسؤال فاذا هقول are you washing the car are you washing the car يبقى انا هنا غيرت الفعل عشان لما يديني الاجابة يبقى الاجابة كده صحيحة انا جابت ابنه مع اجابة مثبتة مش اجابة منفية اخر حاجة طبعا هنتكلم عنها في زمن المدارع المستمر وهو ازاي اعمل سؤال بيبدأ بعدات استفهام وهنا حلقة ان اعدات الاستفهام هيجي وراها am is are وبعد كده هيجي وبعد كده هيجي فحقول I am watching TV انا بشاهد التلفزيون I'm eating انا بأكل I'm playing انا بالعب I'm running انا بجري يبقى اذا هنا لازم طالما مدارع مستمر السؤال الاجابة كمان مدارع مستمر طيب هي المشكلة مش هنا المشكلة هي ازاي اعمل سؤال اعتقد ان الموضوع بسيط جدا لما يجي يديني جملة شكل دي لما قولي احمد is watching TV at home يعني احمد بيشاهد تلفزيون في البيت طبعا هنا انا ممكن اعمل سؤال على at home at home دي ما لها اللي مكان وطالما مكاني يبقى انا حبدأ بادات الاستفهام where where طيب انا حبدأ بwhere اداة الاستفهام شكل ما قولني قبل كده في تكوين السؤال هيجي وراها فعل مساعد والفعل المساعد بتاعي هو is يبقى where is احمد لازم ابدل مع الفعل watching TV where is احمد watching TV يعني اين يشاهد احمد التلفزيون اين يشاهد احمد التلفزيون هل ممكن اسأل عن الفعل قال لي ايوه دايما الفعل يا حبيبي لما اسأل عنه باسأل عنه بكلمة what بس بشيل الفعل في المدارع المستمر وحط مكانه كلمة doing يبقى اذا ممكن اقول what ادي اداة الاستفهام is ادي الفعل المساعد احمد ادي الفعل doing at home what's احمد doing at home or what's احمد doing يعني ماذا يفعل احمد يبقى اذا لما اكون السؤال في المدارع المستمر ابدأ بادات الاستفهام اجيب وراها am or is or are بعد كده السبجيكت وبعد كده ال verb plus ing thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes عشان يوصلك كل الحلقات ان شاء الله يلا فعل الجرس واشترك يلا سراع في القناة عشان يوصلك كل الشرحات الخاصة بالمنهج ان شاء الله goodbye السلام عليكم